تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفداح بضو الله ورعاة صالة هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيه ولي العهد السعودي عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتي سمو الشيخ نورة بن عيسى بن سلمان آل خليفة داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وقد عبر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على مشاعره الأخوية النبيلة وتعازيه الصادقة التي تعكس على الدوام عمقى ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر